للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل ليلى كيف تتفاعل لديك حتى اللحظة تصريحات سلامة وما هي آخر التطورات في الشارع كذلك يعني بحسب المتابعين حاكم مصرف لبنان لم يقدم أي جديد بل أنه حاول أن يحمل مسؤولية التدهور المالي أو هذا العجز الكبير أو مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان إلى الحكومات المتعاقبة هو صحيح قال بأن المصرف أو أن ودائع أيضا اللبنانيين هي بخير ولكن أيضا أين هي ودائع اللبنانيين الجميع يتساءل لا يستطيع المواطن اللبناني أن يسحب ودائعه وبالتالي كيف تبقى أو كيف حسب ما يقول حاكم مصرف لبنان لا تزال لهذه الودائع أيضا هناك بعض المواقف السياسية التي صدرت تباعا من عدد من النواب من مختلف الاتجاهات البعض يسأل حاكم مصرف لبنان ويقول بأنه لم يجب على أسئلة رئيس الحكومة بشأن مدخرات اللبنانيين بشأن العجز بشأن الودائع وبشأن أيضا سعر صرف الليرة اللبنانية هناك من يعتبر أن الحاكم هو مسؤول أيضا كما الحكومات المتعاقبة عن هذا التدهور المالي صحيح أنه كان لابد من تسليف الدولة اللبنانية ولكنه هو جزء من المشكلة وليس الحل فيما يتعلق بالشارع اللبناني من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات أيضا نحن نتوقع يوم الجمعة بها الأول من أيار عيد العمال أن يكون هناك دعوات لأن يكون هناك تظاهرات في كل السحات والشوارع احتجاجا على هذا التدهور بسعر صرف الليرة والوضع الاقتصادي والمالي الصعب جدا هل من المناطق جديدة دخلت على خط هذه المواجهة خلال الساعات الماضية ليلة أم هذه المواجهات ظلت محصورة في مناطقها ومدنها التي ذكرناها سابقا صحيح يعني الآن هناك هدوء في هذه المناطق التي شهدت بالأمس اشتباكات بين المتظاهرين والجيش اللبناني طرابل الصيدة أيضا عند مصرف المركزي لم يكن هناك اشتباكات بمعنى الاشتباك ولكن كان هناك منواشات الآن الشوارع هادئة ولكن من المتوقع أن لربما نشهد احتجاجات بعض الأفطار شكرا شكرا على كل هذه المعطيات من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر